السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله يارب تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غدا نقدم معاكم واحد البريوش صراحة الكيجي رائع بمقادر اللي هي اقسيصادية وبسيطة مع واحد الكيكة ديال الكراميل وبطحين ديال الفينو اللي كجيته هي رائعة وسهلة وبمقادر اللي هي بسيطة نتمنى ان شاء الله تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير وتشجعوني باللايك ديالكم وبارتاج مع الاهل والاصدقاء وشكرا لكم وهنا يا غدا نبدأ معاكم ان شاء الله بالمقادر لدي سل كيسان ديال الطحين ديال الفورس عندي جوج معلقات ديال السكر السين در حلا وكسبق كل واحده بحسب الدوق دياله صاشية ديال الباني عندي قبيصة ديال الملحة جوج كيسان تلحلي بدافي دل تمع اللقاء ديال الخميرة هنا يا عندي صاشية ديال 15غرام انا كان عندي بقى فيها عرر نصف ولي دلت 7غرام سوف نجمع خليطة نمزيان سوف نتخلط المقادر كاملة سوف نزيد تقريبا 1 حجج مع القبار الزبدة سوف نضيف الخميرة الخبز كما موضح في الفيديو سوف ندخل الزبدة في العجين نمزيان سوف نقسم العجين سوف نضيف الخميرة سوف نضيف الخم hes سوف نضيف الخمير سوف نضيف الخمي من بعد ما وجدنا العاجين كيف قد تشوفوا معايا صفي هنا غضا نغطيه بلاستيك وهذا نخليه حتي خمر لين هنا يروقت اللي خلينا العاجين ديانا كي خمر أبنصر معاكم واحد الكيكال اللي كانت جيتها هي رائعة بالنكهة الكراميل خليت هنا يا حبة ديال البيض واحدة كاس ديال السقر ساندة انا الكاس كيتشو سمعيا راه ما كبيرش بزرقس ليه هو صغير ودرت ساشية ديال الفلون ديال الباني واللي بغي يعودها بالكاراميل يديرو حتى هو قليل جزوين انا كنت سوفر عن ديال هذا صافي وكن خلطت الخليطة ديال البيضاء مع سقر ساندة صافي منك يضو بلنا داق سقر ساندة كنزيد عليهم كاس ديال زيت كاس الحليب وكننخلطو الخليط ديالنم زيان وغدا نزيد يوكر ديال الباني ونخلط الخليط ديالنم زيان هنا يا انا غدا نديرها بطحين ديال الفينو الصراحة كدشي خفيفة وكدشي لديدة درت جوج كيسان ديال طحين ديالفينو اللي كان غرب له هو كنزيد الكاس الاول كنخلطو من بعد عدنزيد الكاس الثاني صافي ونخلطوه مزيان وغدا نزيد ساشية ديال الخميرة ديال 15 جرام اشتركوا في القناة صافي ونخلطوه مزيان الفيناء من بعد ونخلطو الخليط ديالنم زيان أخذت هنا ايهاد المنزيد اللي يضيحون بالزبدة وذهب الشتري القبيط فيها الخليط ديالنا صافي نراجنا يكن اخذ واحد المسكروط اللي كان ديال فيها شوية ديال الكراميل اللي كيقن اخذت صارحة الكراميل اللي كيقن جاهز وكندير بيه خطوط على هاد شكل وفي هذا الوقت اللي انا كنكون ندير في هذا الخطوط دي الكراميل كنكون شاعر الفران كي يكون سخون مزيان رغم ما كنت تاخد لنا وقت لي هو طويل زعمارة بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة كتكون موجودة موسيقى من بعد ما كملنا الكيكة سنضخلها للفران طيب لينا سوف ندوز هنا العجين دي لنا كيف كتشوفوا معي من بعد مخمر لينا سوف نقطع العجين دي لنا كويرات على هذا الشكل كيف كتشوفوا معي كنحاول نديرهم يكونهم تقاعدين سوف ندقى بنفس الطريقة حتى نكملهم وندوز العجين اللي كتكون دير الشوكولات هي بنفس الطريقة موسيقى 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 واحد شوية انا كيشوشوا معي سراح سعر بيديا واللي باغين ديرها بالمدلك راه ممكن انا جاتني هالطريقة سهلة وكدت تسربط غيابيها صافيك ان اخد العجين اللي كتكون ديال الشوكولات اللي كنديرها وسط منها لهالطريقة كيف شوفوا معي في الفيديو وغضا نبقى غضا مستمر بنفس الطريقة حتى نكمل وغضا بقى لي واحد شوية ديال العجين ديال الشوكولات كيف شوفوا معي في الاول اللي كانت شاطط ليا غضا نديرها في مولات اللي هما فرضيين ونايا من بعد نساليك العجين ديالنا كيف شوفوا معي اخذوا تلمد لك اللي سرحتوا واحد شوية على هالشكل طولي انا هنا يتقطع لي المقطع المهم كيف كتشوفوا معي على هالشكل في الفيديو سوف يخطي تجراراتي ديالبيتزا او لموس كل واحد على حسب الاختيار ديالو اللي دلت فيها خطوط على هالشكل وضغليهم بحال هاكا كي يطعن الشكل ديالو بحال وريضة وهنا هي الشكل كي يبقى كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو اللي بغي يخليهم طبيعيين انا رأي ديول الشوكولات طريبة اللي تشوفوا معي رأخليت تقريبا واحد ستا دي كانو شاطو ليا من العجينة دلتهم آآ لشكل فردي آآ وفش طابوليا عمرتهم شوية الشكلات من الغسط ودلت عليهم شوية ديال الكوك من الفوق صراحتها هما جولدات وجو غفاف آآ هنا هي كي يبقى كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو عاكا ما غيرون بده شوية آآ منقوش دائمين في نفس الشكل سافيك نبقى عدم الصمرة بنفس طريقة حتى غادي نكملهم وعدا ناخد صفر ديال البيضة اللي غادي ندير في شوية ديال الحليب ونخلطهم زيان سافيون دهن به هدى البريوش ديالنا وندخلوه الفران اللي غادي يكون سخون مزيان من قبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا معي الكيكا ديالنا من بعد مطابط لنا انتم كيف كتجو فو كتجي خفيفة وكتجي لديدة صارحة اخذت شوية ديال نابا جديد هنتوا بها من الفوق باقي دهن لها بالكون في تيرة ممكن وغندير عليها شوية ديالوز ايفيلي ومن الفوق هندير عليها واحد خطوة ديال الكراميل صدقوني هالكيكا كتجي لديدة وكتجي خفيفة في نفس الوقت نتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتردو ليه وساهلة وضغياكة طيب لنا وكتجي هنا شوية مختلفة على الكيكات اللي كنديرو دائما نتمنى هالفيديو ديال اليوم يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوا نشمل لي لايك ديالكم ومبارداج باش كتزيدوا تشجعوني كتر هنا يغضر نوريكم الشكل النهائي ديال بريوش تهوبا كيف كي يجي وهدا هو الشكل النهائي ديال بريوش ديال الناخ ديتس هدا ديال الشكولات اللي فتحتهم من الوسط ودرت فيه الشكولات ودهنسوا بشوية ديال كون في سير ودهتها يل شوية لكوك من الفوق والشكل الآخر ديال بريوش ديال نابرة لها شوية ديال سقل بمسين الفوق صراحتها وقيجي رائع وكيجي فيه نتمنى ان شاء الله يعجبكم من الفيديو ديال اليوم وإلى عجبكم ما تنسوا نشمل لي لايك ديالكم ومبارداج وتعاليق لكتزيد تشجعني وشكرا لكم بزاق والسلام عليكم